يسعد صباحكم بكل خير في ميزة اليوم ستنزل مع الايو اس 18 كثير طبلوا لها جماعة الايفون وهي رح تكون ضدهم اكتر ما تكون معهم اكتر ما تكون مفيدة لهم والتي هي هي الميزة ستقفل قطع الجهاز مع سابق الايكلاود طبعا هاي الميزة تسمح لك انه انت لما تضع حسابك الايكلاود بجهازك بجهاز علي ايو اس 18 فالجهاز مو بس هو رح يقفل على الايكلاود بل قطع الجهاز كلها رح تقفل على الايكلاود البطارية الشاشة الكاميرات وكذا بحيث انه اذا حرام يسرق الجهاز وراح حتى يبيع قطع ما ادار يستفاد حتى من قطعه وهي الميزة نعم مفيدة لما بيكون حاول حدا يسرق الجهاز انه ما رح يستفاد حتى من قطع طبعا فما عدا يفكر انه يسرق ايفون لكن بنفس الوقت هاي الميزة مضرة لملايين المستخدمين يعني نحنا منعنا حرامي انه يسرق الجهاز لكن ضرينا ملايين المستخدمين بنفس الوقت والسبب انه هلا اي جهاز عليه ايو اس 18 مثلا انت جهازك عليه ايو اس 18 وانكسرت الشاشة او خرب الجهاز او طفج الجهاز فهو لما طفج جهازك عليه اي كلاود فانت نفسك اذا بدك تروح تبيع جهازك اللي هو جهازك ومعك كرتونته وهو لكن خربان بدك تبيعه كقطع مع رحد يشتري منك ليش لانه مقفول بحسابك الاي كلاود صاحب محلح يقول لك شير حسابك الاي كلاود من الجهاز وانت ما فيك تشير حسابك الاي كلاود لانه جهازك مقفول او مطفي فيك تدخل اون لاين على الاي كلاود وشيع تعمل ازالة لكن الجهاز يجب انتصل بالانترنت لحتى ينشال منه الاي كلاود لحتى يلغى من عليه الاي كلاود او ينعمل له صفتوير بعد ما تشيله اون لاين انت لحسابك الاي كلاود وابعدين تعمل صفتوير للجهاز بعدين تعمل اكتيفيشن لحتى يروح الانترنت من قطع جهازك اما طول ما انه جهازك مقفوض طول ما انه جهازك علي ايكلاودك انت اللي انت ما نكسر اولي الجهاز مرح تستخدم و راح تستفاد نقطع جهازك حتى انت اذا عندك جهاز تاني مثلا انها الى 15 برو ماكس خربت شاشته و بدي اخذ بطاريته بطاريته جيدة يركبه على 15 برو ماكس تاني مرح يركبه على 15 برو ماكس تاني ليش لانه مقفولة مع هذا الجهاز الموجود فيه فهي راح تكون مقفولة لازم الغي افل البطارية هاي وركبها على جهاز اخر يعني مثلا وقبل سامحت لك انت مثلا لما تركب بطارية وبتركب شاشة على جهاز تاني الليك مثلا تدخل حسابك على ايكلاود فا بلكم انا اوكي سفاء تمام انت صار فيك تدخل حسابك على ايكلاود وتشتغل البطارية عندك بس هي البطارية مافي عليها حسابة هي مقفولة بس اكتيفاشن يعني بس انه مقفولة على مقفولة بحساب ايكلاود لازم ترجع للجهاز الاساسي والجهاز الأساسي يعمل له سوفتوير وإن شاء الله منه حساب لاكالو ستستفاد من القطاع فكم من شخص فينا مكسور جهازه بدي يبيع القطاع كم من شخص فينا خربان جهازه بدي يستفاد من قطاعه وكم من شخص فينا يبدل جهازه القديم مثلا لنكسره ويشتري جهازه جديد أو قديش فيه قطاع بالسوق أيضا رح تتأثر لما كانت مثلا الناس تبيع أجهزتها كقطاع وتركب قطاع أصلية يعني حتى أيضا شغلة ثانية ما رح تستفاد منه أنه إذا بدأت تشتري صار بطارية أصلية ما عد فيك تاخد بطارية مستعملة من جهاز إلا إذا كان من شاء الله عنه لاي كلاود وما في حدا رح يبيع جهازه قطاع إذا كان الجهاز شغال بيجيب لي أكتر أنا صح لما لا فما عد حدا رح يبيع قطاع ما رح يستفاد بموضوع قطاع وبهي الميزة اللي الناس أو جماعة لايو اس مبسوطين إنه رح يستفادوا منها قبل نفسها هي بقى رح تصير الوحيدة اللي تبيع القطاع الأصلية لمستخدمينها الخواري فراح تصير أنت تضطر وتنجبر تشتري بطاريتك أو شاشتك أو سماعتك أو أي قطعة بقطع الجهاز من شركة أبل فأي قطعة بعدها أبل مع جهاز ثاني ما عد حدا رح يقدر يستفاد منها لا سواء جماعة مليارات المستخدمين فهي الفكرة لازم وضحها للناس اللي مبسوطة بتحديث لايو اس اي تين مع هاي الميزة لكن مو مقدرين المصائب رح تجي بعدها أو المشاكل اللي هن رح يعانوا نفسهم معها بعد ما يصير تحديثات لايو اس اي تين وبعد ما تنضافها الميزة للأجهزة وتبلش بقى تنقفل كل القطاع على الاي كلاود فهذا كان الفيديو تبعنا اليوم أنا ما عملت له منتاج لأنه شوي مشغول وليوم رح يصني جهاز الزيرو اربعين وارح يعملت لكم مقارنة الـ 13 Pro Plus مع الـ A55 وعندي فيديو عيوب هاي الباندل الصغيرة كمان اليوم ان شاء الله رح نزلكم ياه وعندي دوام بجامعة ورايح عن نادي كمان شو من قدر منلحقه بيومنا ان شاء الله خير وبركة لا تستعملوا لايك وفولو نشوفكم في الفيديو القادة الى اللقاء